السلام عليكم مرحبا بكم سوفي عادة لعندي في البيت انا فاتي صاحبة القناة فاتي ستار من الاخوة والجامل مجدرت جات الفكرة الفكرة هو انني قلست من الخدمة ومعندي لاخدمة رجل شي حاجة مجوجة مطلقة وعندي وليد وتابعيني المصارف والقراء والضو ولمانتو ماركو معارفين المسئولية هادك شي لجاتني فكرة انني مدير لاشين في اليوتيوب المحتوى ديالي اللي في اللاشين ديالي هو كندير الفلوغ، طبخ الوصافات وحتى البرانج المعاناة اللي عانيتها في كورونا صراحة معاناة قاسية بزاف لان قلست من الخدمة وقلست في الدار وجمع فيه الكراء، وجمع فيه الضو والماء والمصاريف وراكم عارفين المسئولية ديال الولد يعني معاناة خائبة في كورونا صراحة بالنسبة للفيديو اللي بارتاجيته في الفلاشين ديالي ودار ضجة في المواقع ما كنتش دايرة، انا مديرش بالي باقي باش غادي لذيك لا فيديو غادي تبارتاجه باش غادي دير هاد البوز هذا كنت غيقة سأنا واختيح تاجتنا الفكرة باش نشاركوا اليوميات ديالنا مع المشاهديين ديالنا اه، فناي محنا بغي ندو جوراج الواحد ذاك شي لاش قولناها حقاش فكرة وقتانعنا بها كنا بغي ندو جوراج الواحد انا نختيبش هكما نتفرقش ونبلسو فدار واحدة نسبة للناس اللي خرجوكين تاقدونا وكي يقولك بيالله حرام جوراج الواحد التصريحات اللي خرجت بيهم وصرحت للناس كاملين بيالله الفتيحة مشي اختيش قي يختيب من باومي هادك شي علاش مشي حرام ندو جوراج الواحد كان امن بالتعدد مدام قلت انا واختي نجوجو رجل واحد وإلا رحنا كان امن بالتعدد ماديش مشكلة لا وخان تناقشوا لك شي ماديش نتفارقوا وزايدون ما عمرنا ما ما تناقشنا بلايك احنا يمتفاهمين بززاف بالنسبة للناس اللي خرجوان انتاقدونا وقال لك انتو مرة عندكم واحد المويل جنسي كان قول هاد الناس اللي يهديكم هاد شيره مكاينش بالنسبة للقضية اللي قلنا ديال الراجل الخاصو يكون عندو عقلية قوية قصدنا بيها نسفهموها غالط قصدنا بيها الراجل يعني يكون حمق بحالنا نخرجون تحكون ان نسافروا مع بدياتنا هاد شي اللي قصدنا بالنسبة المعاناة ديالي مني كنت صغيرة نحن يا سبعة ديال الخوط كنا عايشين في دار واحدة في بيت واحد سبعة بينا الوليد ديالي مكانش يندو شي خدمة كان مرة يخدم مرة يقلس فوتنا معاناة كبيرة ومن الصغر ديالي وانا يا خرجت خدم كانت يشي ثمان سنين سبع سنين خرجت كان خدم في التيور وكانت معاناة خيبة منين خدمت وانا صغيرة تغسبت الطفولة ديالي كنت كانت تعرض بزاف بزاف لتحرش كنت كان هنا في التحرش كنت صغيرة كنت صغيرة كنت ننعم ديار ون kritik ولكبرت ووليد كتابة معاناة في القهوي خدمت في المسمنة وحرشة ونعم بعد قلت صغيرة وانا اتصبت في التحرش وانا اتصبت فيها تحترش وشكلت في ذائفين كنا نريد أن نفعله بطريقة واحدة أخرى لا نريد أن نفعله في الزواج الزواج لا يوجد فيه الضحك نحن نخرجنا بهذا الشيء وإلا نقتانعين به ونريد أن نزوجه ونستروا رأسنا ونضي وراج الواحد بالنسبة لعروض الزواج خوص ويعيشونا في دار واحدة نحن موافقا لا يوجد مشكل وبالنسبة لهذه القضية التي سؤولنا الناس يقولون أنه ماذا تقدروا تجوجه بجوج خوص وتعيشوا في دار واحدة بالبارح سوف نقوم بعمل واحد في الفيسبوك الذي هو فاتي ستار نخوه الجمال وعروض نحن موافقا نجوجه جوج خوص بالنسبة لعروض الزواج هي فاتي ستار نخوه الجمال بالنسبة للإستغرام هو فاتي فلوغ ما سببنا مشكل مع العائلة وصراح سببنا مشكل مع العائلة قال العائلة دينا تصدمات والأخوة والعائلة وكل شيء و لكن فهمناهم وقلنا لهم هاشنو 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 هما سوف يتوافقوا فهمناهم بالنسبة لعروض الزواج يعني ما عندنا مشكل ونحرمنا لأننا ليس خواتنا تشقى فاتي للجواج وما عندنا مشكل إذا كان عريض الزواج يكون زوان يكون بوغوص ويكون حنين ويكون ضريف ومقدب ويكون لبس علاج باش يقومنا السلام عليكم صوت العادلة أنا فاتي حقت فاتي ستار نخوه الجمال أنا راني وفقا رأيي في ختيف هاد الهدرة اللي قالت وما خلت لي إياما نقول و وقبلوا عليا منسبة لي نحنا يا صحابات و لكن بحل الخواتات عشنا نهضار بحضاء وكبرنا جميع كان بغي نقول لي هم يدعمونا ويعونونا ويقفوا معنا حتى نحنا محتاج للدعم ديالهم بالنسبة مستقبالا ان شاء الله غاد يكون نحوي جداد هذا الفلوغ مهم محتوى الزوء إن شاء الله محتوى الزوء محتوى الزوء